موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء في المستهل يدرس مجلس الوزراء الجزائري الأحد تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم بالإضافة إلى مشاريع تطوير شبكات السكاك الحديدية بيان عن الرئاسة الجزائرية أفاد بأن الاجتماع الذي يترأسه الرئيس عبد المجي تبون سيتناول أيضا مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية وعروضا تخص التدابير المتخذ لتمويل السوق خلال شهر رمضان الكريم أدرجى الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ضخ الجزائر مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا ضمن المقاربة الجزائرية الرامية لوضع القارة الصمراء على مسار تنموي جاد وعصري بن عبد الرحمن وفي تصريحات أدلى بها في ختام القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أكد أن قرار الرئيس الجزائري جاء لمساعدة الدول الإفريقية للبولوج في مسار تنموي يسمح للشعوب الإفريقية بضمان السلم والاستقرار عبر المزاوجة بين التنمية المحلية والبعد الاندماجي أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي عن فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات إثر تسلل وفد الكيان الصهيوني إلى أشغال قمة الاتحاد الإفريقي وأكد الاتحاد الإفريقي الأحد أن قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في المنظمة معلق وبالتالي لم يتلقى دعوة لحضور القمة مواضحا أنه تفاجأ بدخول وفد عنه إلى القاعة رغم أن المسؤولين لا يقيمون في إثيوبيا معتبرا الواقع غير مسبوقة في تاريخ الهيئة القرية يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين اجتماعا لبحث مشروع قرار يطالب الكيان الصهيوني بوقف العمليات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا ويدعو مشروع القرار إلى إنزام الكيان الصهيوني بوقف جميع إجراءاته أحادية الجانب بما يشمل الاستيطانة وأعمال القتل وتنصوله من الاتفاقيات الموقعة وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى والمدن والقرى والمخيمات تعاهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة إثر وصوله الاثنين إلى كييف في زيارة غير معلنة وأكد بايدن دعم الولايات المتحدة الثابتة لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية وفق وصفه ووفق بيان صادر عن البيت الأبيض قال بايدن إنه سيعلن عن إرسال معدات أساسية أخرى بما فيها ذخائر مدفعية وأنظمة مضادة للدروع وردارات للمراقبة الجوية اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاوي شغلو تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم بي كي كي وإي بي جي بدعوى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي أمرا غير صائب وعلى صعيد آخر أكد جاوي شغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظره الأمريكي أنتوني بلينكين الاثنين أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات F-16 الأمريكية بشروط مسبقة داعيا جميع الأطراف إلى إقناع السويد باتخاذ خطوات ملموسة لإزالة مخاوف الإرهاب ختام المجزة الإخباري للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة